مرحلة رضاعة طبيعية أسامة صلاح صديق البرنامج أهلا سهلا فيك دكتور أهلا بحضرتك صباح الخير لإلا كنا المستمعين كمان ومشاهدين كرام شكونا صباح الخيرات كيف أصبحت دكتور؟ الحمد لله أصبحنا أصبحنا من كلام يشيوها رجولة حلوة ويحس أنه يؤدي خدمة إنسانية تغذوية صحية برضه يكون عنده إحساس مميز الواحد يحس أنه كان هذا هو الهدف الرئيسي من حياته يكون إيجابي لمجتمع بيته أحكي لك كمان حمد لله السلام عشان كنت العمر أنت والعيلة أهلا سلام شكرا عبان عزيلا شكرا الله خليكي تسلام فيما يتعلق بالموضوع التغذية الملائمة للأم المرضعة كيف ممكن الأم تحرص على وجود العناصر الغذائية المناسبة لها في هذه الفترة فترة الرضاعة أولا سأقول كلمة الكراوية وبعدها نعود لها أكلتها جديد ومميزة الحقيقة التغذية الصحيحة هي التغذية على مدار السنة للكل والتغذية الصحيحة للست المرضى هي تبدأ قبل عملية الفترة الحمل كمان يعني التحضير لأن الأم عندها فقر دم يكون عندها مشاكل في الولادة الطفل قد يكون عندها فقر دم حيكون عندها مشاكل صحية بشكل عام فالتغذية الصحيحة قبل فترة الحمل وطبعا خلال فترة الحمل هي الفترة المهمة المفوضة أنه يكون فيه هناك تحضير منيح لأنه فترة البناء والتكوين الجنين لطفل يعني ببدا من قرامات بنولد بوزن ثلاثة كيلو معدل وبطول خمسين سنتيمتر هو أصلاً يكون ميليمترات مثلاً فهذا كله بناء على التغذية الصحيحة فالطفل عنده مخزون جيد من الحديد المتكون في الكبد والمخزون جيد عند الأم أكيد بوصل بنولد في طبيعة طريقة ميحة حتى بيكون قابليته على رضاعة حركاته نشاطه بيكون أحسن من الطفل اللي عنده فقر دم أصلاً فبتعاني الأم من الرضاعة الأهم الغذاء للطفل طبعاً هو الرضاعة طبيعية الأسباب إيجابية كثيرة عددناهم نحكيها أهمها في تعزيز المناعة لأن الصباح كان فيه مقابل معي إذاعة أنغام على التغذية والمناعة يعني الحياة الآمنة بتغذاء آمن والغذاء الآمن لازم يكون أشي أساسي فيه اللي هو المعادن والبيتامينات اللي موجودة وين في الخضار والفاكهة اللي هي بتعزيز المناعة أي جسم من غير مناعة أكيد معرض له الهجم الشرسة من الملوثات البيئية البكتيريا والبيروسات ونحن نسمع حضرتكم تسمعين وأشياء كثيرة الشكل أساسي بقول يا ناسي الفكرة ليس بس خضار والفاكهة يا ست حامل يا ست مرضى الخضار والفاكهة تعزز المناعة لأنه هي الكنز أو المصدر الرئيسي للعناصر والفيتامينات وخاصة العناصر المعادن أو الفيتامينات المضادة للأكسدة اللي هي بتعزز نشاط دماغ بتعزز نشاط الجهاز الهضمي بتعزز نشاط الجهاز التنفسي ومناعتهم ونحن هلأ فاصل الشيثر نسمع كثيرا عن رشوحات ونزلات المرد والمشاكل كثيرا نعم وهي لازم تكون أسلوب حياة يعني لازم تكون ثقافة يعني لازم تكون ثقافة يعني دائما الفضار وهي لأسلتش اللي بدلي أنه نسبة بارد دم على المثال عالية سويد تغذية عالية فبتأمل في يوم ما توصل لثقافة نعم وهي مهمة جداً مثل ما ذكرت الدكتور أنه تكون مراحل يعني مثلاً دائماً تغذية لازم نكون يعني مهتمين فيها ومهتمين بالعناصر الغذائية الهامة فكل مراحل حياتنا بس كمان فيما يتعلق بالأم المرضعة أنه لازم تكون كمان خلال فترة الحمل مهتمة بهذا الموضوع لأنه وقت الرضاعة كمان هي عملية تخسر مثلاً تخسر دم لأنه في فترة نفاس فبالتالي دوهنية تخسر أشياء كتير لازم تكون محضرة حالاً طيب عشان حكيت كلمة كراويا وقلت نرجعها نبدأ فيها فضلي الكراويا أكل مميزة مميزة جداً هي مفهومة بين قسين دائماً للحوامل بعد الولادة بقدموها عساس إضرار الحليب وفعلاً هي مدرغة للحليب بالإضافة طبعاً لقيمتها الغذائية المميزة بالمناسبة لإضرار الحليب شرب الحليب للستة الأم كمان وشرب السوائل بشكل عام ليش السوائل وبالتحديد المي لأن المي هي الوسط الوحيد بوصل مغزيات لكل خلايا الجسم على فرض أنه الستة الحامل والستة المرضى عندها تقافية معينة أو مميزة وبتاكل كل المغزيات المطلوبة لكن ما فيه وسط ناقل وصلها للخلايا فبالتالي شاستفدنا فالمي هي الوسط الناقل المميز لأمور هاي فشرب السوائل وبالتحديد شرر أساسي لأنه كمان بعد الفترة عفواً بتكون فترة الإمساك وفترة البواسير بعد الولاد هاي مشكلة كبيرة وداخلهم في متاهات فأر الدم بالنسبة للحليب عشان ذكرت حليب يعني مهم جداً كمان تشرب وما بسبب نفخة معينة بالنسبة للنفخة النفخة أصر من الكولون العصبي أصر موضى اليوم أي شماعة شماعة كل شيء هلأ أي شيء بعملها نفخة وغازات ما نهرب منه ما نتجنبه نأخذ شيء بسيط منه تدريجياً يتعود عليه الجسم الملفوف الفجر الحليب كمية قليلة الحليب يفضل حسب وزن المرضى إذا كانت عندها وزن زائر أو سمنة يمكن أن يكون حليب ليس خالي الدسم قليل الدسم لأنه برضو الدهون والدسم هذا مميز لأنه خاصة في فيتامين اي وفيتامين دال وفيتامين اي هذه أشياء بذها وصد دهني عشان يستفاد منها نقول لأطفال لأمهات بعد أثناء عملية الفطار عندما يضع الجزر المطحون أو الأكل المطحون يضع على أجزة زاتون لكي نعطيها وصد دهني لكي نستفاد من فيتامين اي بالتحديد للطفل هذا مهم أكيد الكراوية زاكية يضع فيها خوبز ومكسرات يعني بإلحاقها زاكية مثلا شوربة العدس وبالمناسبة سيطبخ أيضا هناك كراوية صغيرة ويضعها ويضعها في الحليب ويضعها الأمح مثل جرانا كانوا كل سنة يعطونا الأكل بسببها ويضعها الأمح المكسرات فهي قيمة غذائية مميزة مثل صحن الشوربة المناسبة مميزة مطلوب لكل وخاصة ستات الحوامل والمرضعات أنه يستناولوا كم مناسبة من الشوربة الطبقة الشوربة ببنع الإمساك فيه سوايل وفيه قيمة غذائية عالية طبقة العدس على سبيل المثال مش بس إنه عدس بلحق الفجر بلحق البصل بأدونس بلحق الخبز بلحق المخللات بالمناسبة المخللات كمان يتعزز مناعة الجسم خاصة البكتيريا المنيحة في الأمعاء من النام ليف بقول كاسة لبن لأنه في شي بسموه بروبيوتيك اللي هي هذي بتعزز البكتيريا الحميدة المطلوبة للجسم اللي الناس بيستهلكوا كميات كبيرة من المضادات الحيوية هب هزرد عشوائيا فبتوتل الميحة والعاطلة فبصير الجسم مناعته ضعيفة بنغسل الأمعاء من الأشياء المطلوبة بالمناسبة التومة التومة مش بس إنه بروبيوتيك اللي هي مضاد حيوي طبيعي كمان غزاء نفسها بسموه بريبيوتيك للبكتيريا الحميدة في الأمعاء فبدأ أكل فبالتالي التومة بيزيتها مضاد حيوي طبيعي للجهتين نعم لكن عشان ذكرت التومة هذا بيأخذ على موضوع تاني أنه وموضوع هو مهم جداً أنه كيف كمان الأمت تجنب مثلاً بعض المأكلات اللي ممكن تعمل نفخة للطفل مثل الزهرة الملفوف وأيضاً التومة لأنه ممكن يكون مطعم بالحيب نعم لأنه ليس مطعم يعني يكون شغلة خفيفة الآن شجع الجميع بعد تناول أي وجبة سواء فيها أكل نفخة أو ما فيها نفخة يتناولوا العشاب يعني سواء البابونج مرامية حلبة ينسون متخفف النفخة وممكن كمان الكمون اللي هو ممكن يحط على المنفوف أو الزهرة الآن الحموص الآن تلاقي الحموص بيعمل في البيت ما بيعمل نفخة زي الحموص بيجيب من بره لأنه بره تجاري معنين النكهة ومش معنين أنه انتفخ الواحد أو ما انتفخش ماهو بيجوز يجي مره في الأسبوع بأسبوع طيار فالمفتوض أنه الكمون بساعد مظبوط الشرب التناول المضغي البطيئ كمان مهم جداً يعني أنه مش بس أنه ناكل يعني مرات كتير بوصل الأكل مش مهضوم يعني بعض الأشياء لازم بداية هظمها في تجويف الفم هذه مشكلة هلأ إذا ما مضغناش منيح ما ننفسناش منيح ما عملناش نشاط جسماني منيح بدء تدخل الست المرضى بمتهات الوزن زايد والسمنة والكسل والإحباط الإحباط النفسي والاكتئاب ممكن بيحصل كمان أنه الدورة الدموية بدها نشاط جسماني المشي بنشية الدورة الدموية بنشية المغزيات توصل للخلايا بشكل منيح كمان أنه تتناول وجبات خفيفة يعني في ناس مثلا بيتمدع وجبة واحدة وهذا غلط المفوض كل ثلاث ساعات ونصف وجبة خفيفة شوربات خضرة أشياء بسيطة خاصة الأوم المرضى على أنه كمان رضاعة بتشعرها نوع ما بالجوع فهذا كمان خليها فبالتالي بدها سوائل بدها مثلا أجبان والألبان نعم بدها حديد بدها مثلا الكارثيوم موجود الكارث في الأجبان والألبان الحديد في الخضار الفوليك أسد موجود في الخضار مهم جدا عشان يعني صحتها طيب دكتور في نقطة مهمة جدا كمان عشان الأمهات المرضيعات متل ماذا كانوا بشعروا بالنوع من الجوع بعد رضاعة تقريبا وفي ناس كمان تحكي لك أنه بصير بدهم حلو بصير بدهم يأكلوا حلويات عشان يعطيهم طاقة وأنه يعني هذه كمان ممكن تكون مدرة للحليب خاصة وما نحكي عن الحلاوة كمان تزود السمنة كيف ممكن الواحد يتعامل بهذا هذا الموضوع خاصة أنه الفرق ما بين أنه نعمل دايت أو أنه نحافظ على غذاء متكامل وبنفس الوقت عنا عناصر غذائية مهمة يعني هلأ من القول نشرب حليب وناكل حلويات وناكل دهنيات برضا ضمن المعقول يعني مش إن واحد يجيب مثلا إبريق وعصير طبيعي عصير مثلا صناعي من كله سكر يجيب مثلا ست عصير طبيعي فاكة خضرة تأخذ وجبات خفيفة كل ساعتين ثلاث ساعات فصعبينها تجوع فبتضل محافظ على نمط مميز السكر في الدم بطريقة مميزة مخزونها من المغزيات اللي هي سواء كانت معادنة وفيتمنات بيكون موجودة متواجدة عمدار الساعة بنرجع بنقول مش يطخة أكثر مخة يعني كمان إنه مثلا تحت تأثيرات الام والحما والأهل وعشان الحليب وعشان هي فتلاقي الست مسكين دخلت البيبة ما شاء الله مصحصع وهي دخلت في متهاتس وزن الزايد والاكتئاب وهي أصلا يكون عندها وزن لسه مبعد في الولادة والأعدات ويعني فتلاقي إحنا فهذه ترجع للثقافة الصحية أو الثقافة التغدوية بتحديد فنأخذ عدة وجبات في النهار مش ضروري كل الحلويات كميات كبيرة لما نشمع حلولة نستمتع بالأكل نمضغ شوي شوي المضغ البطيء مهم جدا للكبار والصغار وعندهم مشاكل مرضية أو معندهم مشاكل مرضية يشبعوا بطريقة منيحة كمان النفس العميق أكسجين شهيق بطيء جدا والزفير بطيء جدا بنششة توصيل الدم للأكسجين الخلايا كمان شرب المي باستمرار السوائل يعني وجعنا من الماء كل شيء حي فهذه المشروبات الدافئة كما حكينا تناول وجبة الإفطار في معادها ليس إنه نصح الصبح الساعة ستة والساعة عشرة نفطر بطل هذا الفطور يعني خلال ساعة إلى ساعة ونص من الإستيقاظ مهم جدا أهم وجبة هي وجبة الإفطار بطاعة الطاقة والنشاط الحيوية تنشي الدم شرب الماء قبل النوم وعند الصحيان ممكن بإنضافة للماء مثلا نضافة للمون نضافة العسل العسل مضاد حيوى طبيعي ممكن معلقة عسل نحطها بالماء نحطها بالسكر بالشاي بالبابونج بالمرمية كمان نقطة مهمة أنه ذكر الشاي والقهوة ما نتناول الشاي والقهوة مع الأكل أو بعد الأكل مباشرة لأنه هاي برضو تغسل الجسم الحديد الجسم لا يستفتش من الحديد إذا عندها فقر دم أصلا تضعف بزيادة إذا ضعف فقر الدم هي مش مصطة إنه تقدرش تمسح وتجلي بصير التفكير بطيء بصير النوع من الخمول والكسل والكسل يولد كسل فالفقر الدم مرتبط بالنشاط والحيوية والاستعاب والتواصل الأسري والاجتماعي هذه مهمة جداً بالنسبة للأستة المرضى صحيح صحيح ليس إنه جابتها البيبي وخلص بعدها يتنفوا طبعاً أكيد لازم نتضلها حتى كمان موارسة الرياضة مثل ما ذكرت هذا إشيء مهم جداً لأنه هي بحاجة أنها تحرق بعض السعورات الحرارية وهي تكسب مثل ما ذكرت عشان ذكرنا الحلاوة ولأنه كمان في معتقد خلينا نتأكد منه أنه متعلق بأنه الحلاوة الشعر اللي هي مدرة للحليب كمان كثير من السيدات الموضيعات أو الأمات الموضيعات بخلص بروب توجه مباشرة للحلاوة باعتبار أنه هي واحدة من الأمور المضبط هي ذاكية وبشتجهم أن تزور مصانع الحلاوة في نابلس يعني الوحب تفتح من نفسه بس مش إنه برضه ننجع ليس إنه مثلا الحليب منيح أغرأ بالحليب مثلا الحلاوة منيح مش إنه فطورنا وغدانا هذه النشويات مطلوبة مظبوط للجسم لبناء الجسم كمان للحليب بس في نفس الوقت إلها سلبيات بدناش نشمع حلاوة ونحرم حالنا من أكل الخضر والفاكهة نحرم حالنا من شرب السوائل الطبيعية نحرم حالنا من شرب أو تناول الشورابات يعني مظبوط الحلاوة بس الحلاوة عيبها إنه سكر ونحرم حالنا من شرب السوائل الطبيعية بطريقة سريعة ونحس حالنا شبعنا وبعدين بجوع كمان شوية ونحرم حلو وحلويات وحلاوة ونحرم حالنا طبعا دكتور عشان ذكرت الشورابات هذا مهم جدا بالنسبة للغذاء نتحدث عن الدهون في الشورابات والغذاء كيف ممكن كمان لأم تحصل على شوراب غنية وفيها عناصب غذائية من البروتين وغيره وأيضا سواء لحوم لكن خالية من الدهون والدهون المشبعة تحديدا يعني نحن نقول إنه تلون أكلها شوربة الخضار شوربة الفريكا شوربة العدس تحط الخضار بنهاية تحط شوربة العدس تحط جزر مسلوق تحط كوسة مسلوق غنيين في فيتامين A فيتامين A فيتامين المناعة فيتامين C كمان فيتامين الجمال بالنسبة لبشرة الجسم تحط بأدونس على تحط لمون على شوربة العدس هي صارت وجبة كاملة تحط خبز أمح بلاش خبز أبيض تحط تعصر لمون هي صارت وجبة يعني مرتبة وبعدين تطبخ على قد احتياجها ما تعد تسخن يعني مرات الشهية هذه مشكلة كمان إنه الأكل عادة إنه بيبقد جزء من قيمة الغذائية بيبقد جميلة مثلاً ماذا يأتي عبالها حمان بس من شأن أكلها لحال يكون مشاركة الجميع تعمل الطبخة المشتركة بين الكل لأن الأكل مع الجماعة الموت مع الجماعة رحمة تحس أنه في متعة مرات الحمام يكون عندها فقدان شهية فهي مشكلة فتغلب على فقدان شهية لأكل الجماعي تنويع الأكل وكمان مش غلط تعطي جزء من وقتها تقول شبدي أكل بكرة شبدي أكل كمان ساعتين هي بينا دكتور أهمية الإبتعاد عن المشروبات الغازية وكمان عن المدنبهات يعني أن التركيز أكتر على المشروبات الأعشاب يمكن كما ذكت كما يؤثر أن المشروبات الغازية والشاي والقه والكافيين تحديداً على الحليب وتأثيره طبعاً على الطفل وعدا هيك منحكي عن مناعة الجسم يعني السكاكل الإجمالي بتقلل مناعة الجسم الكافيين بيحرق الطاقة الموجودة يعني بتخلي نشيطة فترة معينة بعدين بتكسل بعدها فجأة وعدا بتكسل هيك الكافيين بيخليها تعاني من الألأ وخاصة بتعاني من قلة ساعة النوم لأنه الطفل في أول أشهر نهار وليل وليلو نهار ما بتعرفيش وها بتكون الست المردع مرهقة فالكافيين والسكاكل والأشياء هذه تنبهها بزيادة بالزبط عدا أن بحلق الطاقة بطريقة سريعة ووقتية بتعطيها من الألأ وتوتر والأصل هي مش بحاجة لألأ ولا توتر عندها ما يكفيها بدلا ساعات نوم مريحة تشرب المي والعصائر الطبيعية عدا السلبيات الميه الغازية يعني حدسة بالأحرج حدود إلى كتير لكن إحنا نقول إنه ما تحرم حالها حبت شوية صغيرة كانكها مش غلط لكن مش إنه تلاقي حالة محرجة تاخد الكاسة كلها أول كانت تفتح لإنه والله هالي بنا بتخرب إذا ضلت مفتوحة لأم لابتعرف نشبرها طيب دكتور أخيراً كميت علاقة بالمكسرات هل مفيد أنه أحد يأخذ مكسرات الأم؟ ممتازة المكسرات ليس صح المليان ومملح حتى بين الوجبات السناكس هذه ممتازة جداً المكسرات غنية بالعادن فيها خاصة كيشوز أوميغا 3 زيوتها زيوت مكسرات من فيتامين فيتامين المناعة وفيتامين مضاد للأكسادة وفيها ألياف كثيرة ومادة شبع وزاكية وبعد ذلك أعطي نشاط للدماغ خاصة الموظفين كما حكيت أنا حلو أنه كل فترة صاحب بسيط أنتجوا أكثر لصحاب الشركة الآن يجب أن نشتري ضروري وعطي طاقة يدفي الجسم ونشاطه حيوية فلا المكسرات لكن كما حكينا بين الوجبات كميات قليلة لأن هذه إيجابيات كثيرة في نفس الوقت أنه لا تحرم حالها كميات كثيرة لكن ليس بشراها كميات كثيرة لكي تفرمي الوزن الزايد هذا هو السر هذا هو السر دائماً اعتدال بالضبط من أجل حصول على كل العناصر وحياة آمنة وممتعة صحيح أكير كل شكر لوجودك معنا دكتور وكل شكر على المعلومات التي قدمتها تخيل أنه أجملنا إن شاء الله وصلنا مع المعلومات شكراً لك أهلاً سهلاً أهلاً سهلاً أتمنى لك نهار سعيد شكراً مشاهدين سننتقل إلى فاصل ومتوصل معكم